انا شخصيا رح نحكي لكم على تجربة صارت لي معهم في الـ 2012 في الـ 2012 كانت زوجتي ما شافتش أهلها لمدة كم؟ كنا أنا ذاك من 1995 للـ 2012 كنا نتكلم على 17 سنة فجاتها الفكرة أنها ممكن يجوها أخوذاتها ووالديها وخاوتها يجوها إلى تونس ونلتقهم هناك قاتل إذا كان هذا جيد قتلها مليح هذه فرصة تشوف فيهم كان ربما أخو اختشفوها مرة لكن البقية ما كانت تشوفهم أولادهم إلى آخر فارحنا هناك جرت مكان والتقيت مع أسهاري هناك كانت عشرة أيام أو أسبوعين في ذاك الوقت وأنا موجود هناك تصلت بي محامية كانت تعرف وهي مناضلة من أيام قبل ذلك بسنوات وقاتلي وهي من حزب المؤتمر قاتلي أنت مدعو لحضور مؤتمر نحن عاقدين مؤتمرنا وقيادة المؤتمر سمعت بلي رك موجود فارهم دعينك يعني هي كانت تواصلت معاي في قضية حقوقية فعرفوا أني موجود فقاتلي رم دعين قلت لأسمي قولي لهم أنا شكرا للدعوة لكن منجيش باش مندلكمش مشاكل مع النظام الجزائري لأنه لو كان نظام الجزائري ورح يشوفني رح يعرف بلي وحضرت للمؤتمر مؤتمر مفتوح وحاضرينه حيث 300 و 400 شخص رح تصار لكم مشاكل وانتوما خاصة أن حزبكم هو مرتبط بالرئيس وحتى الرئيس رأو عنده مشاكل مع النظام الجزائري وتزيدها للمشاكل التكبر فأنا أعتذر حماية للثورة التونسية وأيضا لي باش ميدلكمش النظام بعد حوالي ساعتين أو تقريبا انتصلت بي وقاتلي رأي انتصلت بسي محمد عبو كان هو رئيس المقتمر عنه داك لخلاف المرزوكي وقاتلي رأي يقول لك كنا دعينك عادي قاتلي لم كانش يعرف تفاصيل قاتلي لما حكيت له قتله واش قلت قالها إذن رح مدعو VIP مدعو VIP كما تسمى قتلى يا والدي هذا رجيب لكم مشاكل القاتلي رأي يقول لك بالعكس وسأتجلس في الصف الأول وبالفعل لما رحت هناك جلسوني في الصف الأول وكان السفير الجزائري مدعو أنا ذاك المقبور عبدالقادر حجار لعبدالقادر قادر جدا في ضرب الثورة التونسية من تحت كان مع القدار الشديدة هذا عبدالقادر حجار أو مات قبل سنة أو سنة ونصف عن عمر 85 أو 86 سنة تخيل 86 سنة سفير بينما كاين ناس مستوى علم لغات إلى آخره يخرجوه 65 سنة من دبلوماسيين حقيقيين ما جاش السفير الجزائري لكن طبعا النظام عرف فني موجود هناك واحد بالفعل كنت في الصف الأول لكن ليش حكيت هذا الموضوع لاني حكي هذا الموضوع لأني في الخطاب اللي ألقاه المرزوقي ألقاه عليه هنا محمد عب ونيابة عنه ما جاش المرزوقي باعتباره الرئيس ما يحضرش مؤتمرات الأحزاء أو هكذا يبدو ألقى خطاب تحدث فيه المرزوقي بكلامه ولكن صراحة أنا شاهدت الواقع شن فيه هجوم عنيف على الحكومة حكومة يومها تقودها تقودها النهضة أعتقد أنه كان حمادي جبالي إذا ذكرتي جيدة كان هو ليقود الله أنا كنت جالس في صف الأول هم تقريبا رئيس الوزراء والوزراء كانوا جالسين في صف الأول وبعض الصفراء إلى آخر كانوا جالسين في صف الأول فشفت أنه الناس تنسحب يعني ينسحبوا حد خمسة أو ستة مسؤولين وعرفتهم أنا شوفهم رئيس الوزراء نسحب ووزير فلاني نسحب الوزير الفريق مع النهضة كلهم سحب لأن المرزو يشن عليهم هجوم شديد فلكن الحقيقة والتاريخ أنه الغنوشي ما نسحبش بقعه لما انتهى طبعا الناس داروا تدخلات دام المؤتمر حوالي ثلاث ساعات تقريبا بعد خرج المؤتمر أتلقيت مع الغنوشي في الخرجة قلت له أصحابكم خرجوا يا شيخ كيف قال لي لو كان زيت خرجتانا لو كان طاح النظام اليوم تحت الرئاسة وطاح الأمور كلها قال لي راه تشوفها وشن علينا هجوم قلت له لعله عنده في بعض قال لي حتى لو كان يكون عنده بعض مش على العلان إلى آخره وكان منزعي جدا وراح وأنا تلاقيت من بعد بعض الناس اللي قراب من المؤتمر أو قراب من النهضة قالوا لي أن الخصوم راه يتكبر للأسف لأنه كان دوز أبروش كما يقال كان خط يريد ثوري يمشي فيه المرزوقي يريد استئصال بن علي ومن معه وكان خط داخل النهضة منقسم ما بين الثورية وما بين نلقوا معهم حل إصلاحية وهناك أشياء أخرى أيضا والحقيقة أن الخصومات دادت تكبر لماذا تبهولوش سواء داخل المؤتمر لأنه أيضا ربما عندهم ملاحظات أصحاب النهضة عندهم ملاحظات عن المؤتمر أشياء كثيرة لماذا تبهوش هو أن خصومتهم عظمت وعمقت ثورة المضاردة وبدوا بالعكس يزيدوا بيناتهم النميمة ويزيدوا بيناتهم المخاصمة والمشاحنة ويروحوا يقولوا لهذاك ويزيدوا يقولوا لهذاك شكون هما بقايا بن علي لأن الثورة التونسية هي انتفاضة بالحقيقة انتفاضة دامت كم؟ دامت حوالي شهر 28 يوم ما بخالهاش وقت باش تقوم بعملية ثورية عميقة واستئصار النظام السابق وما كانش عند هالوقت ثم كان هناك نظرة أن الشعب تعبان وجايع وناس تحتاج الخبز وعلينا أن نسارع بالمصالحة باش نسترجعوا الأموال لأن بن علي وطرابلسية واللي كانوا مقربين منه نهبوا تونس يعني مثل ما نهبت الجزير أو أكثر فكانت إذن كان هذا هذا الطريقتين أو لديزاقروش اللي كانوا مختلفين أثرت ثم بدأت تكبر بناتهم الخصومات والحساسيات وبدأوا يتفتوا وبدأت الأحزاب الثورية تتفتت المؤتمر تفتت وانقسموا فيما بعد والحزب الآخر أيضا انقسموا النهضة بقات إلى حد ما متماسكة أقول لحد ما لأنه خرج منها الجبال وخرج منها آخرين لكن القوى الثورية سواء كانت إسلامية بقيادة النهضة أو علمانية بقيادة المرزوقي أو وطنية أو تقدر تسميهم وطنيين علمانيين إلى آخرين كانت بدأت تخصومة تكبر بيناتهم وفي 2014 لما سرت انتخابات أخرى يجي أحد أرباب الثورة المضادة اللي هو الباجي قايت السبسي وكان عمره أنا ذلك 89 سنة أو 90 سنة يتعين هو رئيس الثورة التونسية في واحدة من الترجيديا يعني ترجيديا يونانية هذا كان وزير داخلية كان أشرف على التعذيب كان وثورة قام بها الشباب ويجي واحد تسعين سنة يسمح رئيس مع ذلك ستثبت الأيام مع كل المفاسد اللي عليه مع كل الجرائم مع أنه كان أحد أرباب التعذيب في السينات والسبعينات أيام بورقيبة مع ابن علي مع الجميع إلا أنه وتحت ضغط الانقلاب في مصر وأموال ضخمة قدمتها الإمارات والسعودية لكي يقوم بانقلاب في تونس رفض قال لهم أنا عندي خبرة ونعرف ما معنى انقلابات ونشفنا ما صار القلاب في الجزائر ونشفنا انقلابات في أماكن أخرى الحقيقة أن باجيت سبسي لدي عليه انتقادات كثيرة جدا كان أحد التورسيونير أحد الجلادي قتل الناس بأيديه كان وزير داخلية وغيره لكن في هذه تحسب له للإنصاف دائما الإنصاف مهم أنه أعطات له الإمارات أموال وعطات له ورافض الانقلاب وبعدين دخلوا من خلال بنو وبنو بدأت دخل في القرارات لكن من بعد حزب هذا يسمه نداء تونس انقسم ما بين البرو إماراتي وما بين اللي شوية مع السبسي رافضي الانقلاب ولعبة الإمارات أدوار قادرة قناعتي الراسخة أن الإماراتيين مشاركين في الاغتيالات اللي وقعت في تونس لاثنين من المناظرين اليساريين واحد اسمه البراهمي وآخر مات قبله بالعيد وبالعيد أعتقد أن بالعيد مات في فيبري أو مارس 2013 والآخر في الصيف 2013 الاغتيالات كانت طريقة طبعا لتحذير وبدأت الاسعار ترتفع والإضرابات وخطع الطرقات طبعا الجماعة ما عندهمش خبرة كبيرة في الحكومة ومتخاسمين الثوار متخاسمين جماعة المرزوقي متخاسمين مع جماعة النهضة متخاسمين مع جماعة الحزب الثالث والثورة المضادة تشتغل وتلحم جاء طبعا السيسي بما انقلابه زادت الأمور ضغوطات عليه صحيح أن هذا كانت دير تنازلات كبيرة لكن هذه التنازلات هي اللي كانت كريحة حقيقة وأنا لقيت بعض بعض قيادييها وقلت لهم يا إما تحكموا يا إما تخرجوا من الحكم ما تبقاوش نص نص الشعب الثورة المضادرة يتقدمكم أنكم حكام فالحقيقة فالحقيقة أنتم ما كم مش حكام يا إما تستولوا الحكم والشعب أطالكم وانتوصلتم بالانتخابات بمعنى أنكم تستنموا الحكم بحق مع الطيار الثوري الآخر وتتعاونوا معاه على استئصال نظام القديم لأنه يقول ثورة داخل ثورة مضادة والإمارات السعودية ومصر تحتمد عليه وفرنسا وغيرهم يا إما تنسحبوا إلى المعارضة أو حتى تنسحبوا من السياسة وروحوا ولي تحبوا تديروا الدعوة قولوا إحنا أخلاص بطلنا السياسة وروحوا تديروا الدعوة أو حلوا الحزب أو بسرح ما تبقاش نص نص أخطر أشياء هي أنصف ثورات إذا درت نصف ثورة ونوصي بيها خوتي في الجزائر سواء كنت حي أو ميت ناس تذكرها نصف ثورة حفى قبرك بجنبها مع النظام تعاون مع كل القوى الثورية واستعصل كل القوى الثورة المضادة ما فيش نقاش شعب جزيرة عنده شعار يحنا ينتوما ما فيش نقاش كنقولوا استعصل مش قتلهم مش إعدامهم في طرقات لا طبق عليهم القانون العادل المحاكمات العادلة كلهم لصوص أقل شيء مش قتلوا لصوص اللهم ما إلا إذا كانوا الناس أعطيت لهم حصانات تعطى لهم حصانات ويغادروا بلاد مثلا مثلا إذا كان بالاتفاق لكن ما تبقاش شد لأعصام الوسط أخطر الأشياء أنصف ثورات واللي قاموا بأنصف ثورات عبر التاريخ دائماً دائماً دفعوا ثمن باهظ وباهظ جداً ما يحدث اليوم حتى لا أطل عليكم هو أن محاولات الإمارات المدعومة من بعض القوى الاستعمارية وهي اللي تنفذ في خارطة خارطة طريق تسمى هدم المنطقة كلها هدم المنطقة بدأوا بالمشرق العربي ووراهم لاحقين عن المغرب الكبير ما هو هدم البلاد الآن كيفاش يهدموه لو كان يجي الشيطان كان غدوة الشيطان يجي كاي الناس يمشوا معه لما دخل هيتلر للفرنسا يقولوا باللي ملايين الفرنسيين مشوا معه وملايين اخذوه كانوا ناتر قل لقليلة من الفرنسيين اللي قاومت هيتلر بالمناسبة يعني هذو الناس عندهم تاريخ ومبراطوريه وثقافه الناس مستعاكين الناس تمشي معها وصرتوا لا بدأت تجيهم الاموال من تحت لتحت وشراء الذمام الى آخره فأنت مستعدت تتواجه هذه الأشياء الا بقرارات حاسمة وكان القرار الخطير والحاسم الناس الجوعة لازم يشبعوا الناس اللي ما يلقوه وشوش يأكلوا لازم الثورة أول شيء لما تنتصر تقوم بإطعام الجائعين الجوع يؤدي للكفر الكفر السياسي وربما الكفر الإيماني وربما الكفر كاد الفقران يكون كفرا لازم ما تخليش الناس يبقاوا في الجوع لأنها يلعبوهم على الخوف على الرزق على مكانش بالعكس تونس زادت فيها البطالة وارتفعت فيها الأسعار وا 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 وإلى آخر بينما كان المفروض أن تأمم تلك الأموال من كبار ين وتوزع ولو نقدا على الناس ولو توزع على الأسر الفقيرة كانوا قادرين يحصوا كم أسرة فقيرة كانوا خمسمائة ألف أسرة تونس كلها فيها ربما زوج ملايين أسرة طيب زوج ملايين أسرة كين مليون أسرة فقيرة جيب الأموال التعشاب لنهبوها وقسمها عليهم ولو كان نقدا طبعا نقولها بطريقة هذه هي تبني دير مصانع دير كذا دير كذا بسرعة باش ما تخليهمش لعبة في أيدي الثورة المضادة لعبة الثورة المضادة شرات بعض الضمام وخاصة الأخطر من ذلك ما قاموش ما داروش قانون حقيقي يمنع ربما ما عادة بعض الأسماء النظام السابق من مبداو اللي كانوا معا يعني واحدة منهم تسمى عبير موسى وهذه تسببت في كوارث كبرى في تونس في الأشهر الأخفصة في سنتين الأخيرتين دايرة عليهم باربو كما يقال عندنا دايرة عليهم باربو في الماء وممكن الناس تكتب عبير موسى يخرج لها وتسب وتهاجم باعتبار أنها برلمانية وعندها الحسنة البرلمانية لم يستطيعوا إيقافها وكان هذا بالنسبة لشعب التونسي يقولوش هذا العبث سواء اللي معاها أو اللي ضدها الناس كانوا يشوفوا بللي البرلمان تحول إلى حديث تحمامات وخصومات وصراعات بدل ما يبنوا والناس تنتظر والناس اللي ما خدمش واللي ما قرعش واللي ما يأكلش واللي مش لاجيه وزات الكورونا هلكت الحالة فالناس طبعا كبر عندها الغضب اغتنم الفرصة هذا قيس عيد قيس عيد هذا منفذ فقط بالمناسبة قيس عيد ما هوش ذلك الشخص منفذ منفذ لأجندة انتاع الإمارات اللي هي تنفذ أجندة عالمية